ترجمة نانسي قنقر إلى الحقبة الإسبانية تحديداً في حالة سيدة محمد باصير الذي تم اختطافه يوم 18 يونيو 1970 أما بخصوص الحالات الاختفاء القصر التي وقعت في ظل الغزو المغربي الهدف هو إبادة شهرون خلال اختطاف هذه الحالات أغلبها من المدنيين العزل فيهم بعض العناصر التي هي تنتمي إلى جبهة البوليسرية ولكن الأغلبية هم نساء ورجال وأطفال تم اختطافهم لا لشيء لا لكونهم صحاوي هذه الخطة تمت بتسهيل من طرف سلوطات الإسبانية التي سلمت ليس فقط الإقليم ولكن أيضاً كل المعلومات متعلقة بالسكان الصحوين لسلوطات الاحتلال المغربي لم تعترف بحالات الاختفاء القصري إلا بعد تأسيس جمعي تولياء المعتقلين المفقودين السحقرين وكان ذلك يوم 20 أغسطس 1989 ولكن أيضاً جاء نتيجة اكتشاف المخابر السرية التي وقفت عليها بعض العائلات قمنا آنذاك بطرقة سرية بإفادة صحفيين سويسريين للمنطقة والالتقاء بهؤلاء الماجون وكان هناك لأول مرة في مقالات تتحدث عن المفقودين السحراويين خاصة في صحافة سويسرية وصحيفة ليبرتي في السنة الموالية 2013 جمعية تولياء المنتقلين السحراويين اكتشفت موقع فيه مقبرتين جماعيتين بعد مناشدة لجنة دولية للصليب الأحمر للقيام بدور في استخراج جلسات المفقودين تعذر ذلك مع الأسف شديد ولكن قامت الجمعية بالاتصال بالخبير الباسكي المعروف فرانسيسكو تشيفرية جابي دوندو الذي وافق على قيم المهم وقمنا بتسهيل كل الأمور حتى تمكننا في نفس السنة من معرفة هوية أثمانية من المفقودين الذين اختطفوا مع امرأة أنذاك في سنة 1976 يوم 12 الفقرار يعني لما كانت إسبانيا ما زالت موجودة في كيفليم نحن مصمين كل التصميم اللي يتمكين السحراويين كباقي حالات الاختفال القصر عبغل العالم إلى تلك الحقوق المعترف بها أولا هي وهذا التدريج الحق في الحقيقة الكاملة ما جرى الكل مفقود الحق في العدالة أن يقدم المسؤولون عن حالات الاختفال القصر أمام العدالة ويأتي التعويض ولكن لن يكون هناك أي قبول بالتعويض إلا بمعرفتينهم المفقودين جثثهم إذن كل هذه المعضيات تشجعنا ويشجعنا أكثر تصميم وإرادة كل عائلة من عائلات المفقودين بهذه المطالب حتى تظهر الحقيقة الكاملة ترجمة نانسي قنقر 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 شكرا